تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنصيق مع جهزة الدولة ومؤسساتها ذات السلة بإعداد تصور شابل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا السيدات والسادة إننا من نصع التاريخ ونصيغ المستقبل ونعمل في الحاضر ووحده الإنسان هو القادر على البناء أو الهدن بإرادته الحرة واليوم نحن في أشد الحاجة للسنهاد العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري من أجل تحقيق البناء والتنمية وأن ننحي الصراعات جانبا ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل هذا العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعا بالإنسانية من أجل هذا اجتمعنا ومن أجل ذلك نعمل ونتجرد وتتجرد إرادتنا لضمان مستقبل أفضل لوطننا مصر والعالم كله فحلم المصريين منذ فجر التاريخ هو بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة السيدات والسادة إن الله سبحانه وتعالى هو السلام العدل فندعوه بكل قلب يعبد في أرجاء هذا العالم أن يهبنا السلام والعدل لكل البشرية ويكلل جهودنا الحثيثة من أجل أن يبقى هذا العالم أقصى سلاما عالما يلغبنا وبأوطاننا ومن هنا من أرض السلام والمحبة أرض سيناء الغالية أتوجه ومعي شباب العالم برسالات الحب والتآخي إلى كل العالم وأؤكد أنني وشباب مصر قد عقدنا العزم والإرادة على أن نبزل كل جهد من أجل رخاء البشرية ودعونا نردد معا شباب مصر والعالم تحيا مصر تحيا البشرية تحيا البشرية يحيا شباب العالم يحيا الشباب العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة